بس احنا قلوبنا مشغولة بحياتك في الدرجة الأولى عايزينك تسمع وتصلي وصلاتك تصبح مقبولة وتسلم للرب طريقة وتلاقي مشاكلك محلولة برسالة كيانك من الألب رسالة من الألب رسالة من الألب عفوا إنجيل متى صحح 22 متى 22 تعم المقدس بقول متداء من العدد الأول في إنجيل متى صحح 22 و جعل يسوع يكلمهم أيضا بأمثال قائلا يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه وأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فلم يريدوا أن يأتوا فأرسل أيضا عبيدا آخرين قائلا قولوا المدعوين هو ذا غداء أعددته ثيراني ومسمناتي قد ذبحت وكل شيء معد تعالوا إلى العرس ولكنهم تهاونوا ومضوا كل واحد إلى حقله واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق المدينتهم ثم قال لعبيده أما العرس فمستعد وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين فاذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشراراً وصالحين فامتلأ العرس من المتكئين فلما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك إنساناً لم يكن لباس العرس لابساً لباس العرس فقال له يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس فسكتاً حين أذن قال الملك الخدام أربطوا رجليه وديه وخذوه وأطلحوه في الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبهم لكن دعوني أقول في هذا الصباح بأن هناك أشياء يقول عنها هذا الملك بأنه أعدى هذه الوليمة وفي الكتابة المقدس الرب يسوع المسيح حتى مع الأشخاص الذين قبلوه من تلاميذ وغيرهم أسس معهم ما نقول عنه يوم الشركة أو مادة الرب وقال أيضاً أن ما أسس هذه الوليمة في يوم الفصح قال خذوا كل هذا هو جسد المكسور لأجلكم فجسده قد انكسر ودمه قد سفك وفي هذا نرى في المكان الأول كلفة هذه الوليمة أو الألم الذي مر فيه هذا الملك لكي يقدم ويعد هذه الوليمة للجميع عندما أرسل عبيده يقول هذه الكلمات يقول هو ذا غدائي قد أعددته ثيراني ومسمناتي قد ذبحت وكل شيء معد دعوني يقول أحبائي في هذا الصباح بأن عندما الرب يسوع المسيح أعد الوليمة الأبدية وهذه الوليمة التي سنحتفل فيها في يوم الأيام أمام عرش النعمة يقول عن الكتاب المقدس عشاء عرس الخروف لكن يقول الكتاب المقدس بأن الرب لكي يعد هذه الوليمة أولا تألم وعندما نفتكر في هذه الكلمات أحبائي نقول عندما خلق الله كل ما في هذه الأرض كل ما في هذا الكون الفسيح من كواكب ونجوم ومجرات وإلى ماهجر يقول الكتاب المقدس قال الله فكان أي أنه عندما خلق كل شيء تكلم لكنه عندما عد هذه الوليمة فأنه تألم لاحظ الكتاب المقدس ماذا يتكلم عن الرب يسوع المسيح عندما ذهب لكي يعد لي ولك هذه الوليمة يقول في المكان الأول بأنه ضرب في لوقة صحة 22 يقول والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه تنبأ من هو الذي ضربك لم يضرب حسب لكنه أيضا جلد فعندما أسلمه رؤساء الكهنة وآخذوا الفضة يقول الكتاب المقدس أنه لا يحل أن نلقي في الخزانة لأنها ثمن دم لكن الكتاب المقدس يقول أيضا في المزمور 129 على ظهر حرث الحراث طولوا أثلامهم عندما يتنبأ شعية عن موت الرب يسوع المسيح على الصليب يقول بأنه ضرب من أجل ذنب شعبه بحث الكلمات عندما يتكلم عنه متى أيضا في إنجيله في الصحة 27 يقول بسقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه كما قلت استهزأوا به وعندما سألهم الوالي من تريد أن أطلق لكم بارباس أم يسوع؟ قالوا أطلق بارباس فيقول الكتاب أما يسوع فأسلمه وجلده وأسلمه ليصلب فأخذ العسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة فعروه وألبسوه قرداء قرمزيا وضفروا كليلا من شوك على رأسه وضفر وقصبة في يمينه وكان يستون قدامه ويستهزئون به قائلين السلام يا ملك اليهود نعم تألم عندما أعد هذه الوديمة لكن حتى في وسط آلامه كان مرفوضا من البعض عندما يتنبأ شعي عن هذه الكلمات يقول لم نعتد به لكنه ضرب من أجل ننبي شعبي وهو آلامنا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا أحباء لو نعرف فقط كلفة هذه الوليمة والألم الذي تحمله صاحب هذه الوليمة الملك الذي أخذوه وصلبوه واقتسموا ثيابه أيضا مقترعين عليها لكي يتم ما قيل من النبي القائل واقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة أحبائي بلاطس قال له أأنت ملك اليهود فأجاب وقال أنت تقول أني ملك لهذا قد ولدت لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق والسيد الرب يعينني لذلك لا أخجل يقول لذلك جعلت وجهي كالصوان وعرفت أني لا أخذى هذا هو الملك الذي عندما كتب عنه بولص الرسول قال عنه بأنه مع أنه معادلاً لله لم يحسب ذلك اختلاساً لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد وأذ وجل في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصديق فعندما اشترى هذه الذبيحة لم يشتريها بذهب وفضة لكنه اشتراها بدم نفسه لذلك يقول مترس الرسول هذه الكلمات لعالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى من سيرتكم الباطلة التي تقلتتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم ليش كان لازم أن يصفك الدم لأن أحباء الكتاب المقدس يقول بأنه لا يمكن الدخول إلى هذه الوليمة من دون أن يكون الإنسان لابساً لباس العرس ما هو لباس العرس هذا؟ إنه بر الرب يسوع المسيح إنه البر الذي يستطيع الإنسان أن يظهر أمام الله وكأنه لم يخطئ تعرف لما الإنسان يقول عنه بريء يعني أنه ما أخطأ أبداً لكن أنا وأنت أحسن من مجرد أن نكون أبرياء لا لأنه نحن أخطأنا لكن قاضي العدالة الإلهية قال أنت مش بريء لكنك أنت مبرر يعني خطيطك أو جرمك قد سدد الدين عنهم قد دفع وما هو هذا الذي دفع إنه دم يسوع المسيح معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم ثمن عظيم جداً عندما يتكلم عنه الرب فيتنبع عنه من البداية عندما أخطأ أبوين الأولين آدم وحوة لما قالهم الله بأنه يوم تأكلا من ثمر شجر معرفة الخير والشر موتاً تموتا والحقي أنه ماتوا لأنه صار فيه انفصال بينهم وبين الله وهذا هو الموت نقول نبي المات يعني روح انفصلت عن جسده لكن لو بيقول الكتاب المقدس أنتم إذ كنتم أمواتاً بالذنوب والخطايا ليس معناه أننا كنا أموات جسدياً لا لأنه بيقول التي سلكتم فيها قبلاً حسب رئيس لأنه في هذا العالم حسب رئيس دهر السلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية طيب كيف أموات؟ الأموات يعني منفصلين عن الله وشان هيك أشعياء يقول هأن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص وهأن أذن الرب لم تثقل عن أن تسمع لكن خطاياكم صارت فاصلة ما بينكم وبينه وشان هيك صار فيه موت والله أعلن بأن آدم حوى ماتوا يوم أكلوا من تمر هذه الشجرة وبسبب موتهم دخلت الخطيئة وبسبب الخطيئة دخل الخوف الكتاب المقدس بول بأنه آدم لما سمع صوت الرب جاي بجنة عدن بالعادي كان يتكلم معه ويشترك معه ويمشي معه لكن هالمرة هذه راح تخبه وجاء الرب وسأل آدم آدم أين أنت؟ ما كان الرب بيعرف من آدم؟ طبعاً بيعرف هو بيعرف كل شيء لكن عم بيعطي آدم فرصة للرجوع إليه فقال آدم قد سمعت صوتك في الجنة في خشيت خفت لأني عريان فاختبأت مع أنه ما كان يعني كنت نقول له افتكر أنه غطى حاله لأنه عمل مآذر من أوراقتين لكن الله يقول بأنه صنع أقمس من جلد وألبسهما أي أن الله ذبح حيواناً وسفك الدم لكي يعلم الإنسان كما يعلمنا الله بسفر اللوينة صح 17 وعدد 11 لأن نفس الجسد هي في الدم لأني قد أعطيتكم الدم على المذبح للتكفير عن خطاياكم كتب رسالة العبرانيين بقول أشياء كثير عظيمة وحلوة بقول لأنه لا يمكن أن دم ثيران وطيوس يرفع خطايا صحيح أنه في العادة العديم عملوا الأشياء هاي لكن كلها كانت مجرد رموز كانت ضلال للأشياء الحقيقية التي سوف تتم مش أنهيك الكتاب مقدس بقول فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع مرة واحدة وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مراراً كثيراً تلك الذباه عينها التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطيئة وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة ذبيحة نفسه جلس إلى الأبد عن يمين الله منتظراً بعد ذلك حتى توضع أعداؤه موطئاً لقدميه لأنه بقربان واحداً أكمل إلى الأبد المقدسين وكمل بعد ذلك ليصح تسعى بقول وأما إلى الثاني فرئيس الكهنة فقط مرة في السنة ليس بلا دم يقدم عن نفسه وعن جهالات الشعب معلناً الروح القدس بهذا أن طريق الأقداس لم يظهر بعد ما دام المسكن الأول له إقامة الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قربين وذبائح لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذي يخدم وهي قائمة بأطعمة وأشربة وغسلات مختلفة وفراء الجسدية فقط موضوع إلى وقت الأصلاح وأما المسيح وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد أي الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبدياً لأنه إن كان دم تيوس وثيران ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد فكم بالحري كم بالحري دم يسوع المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلعيب يطهد ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي هكذا المسيح بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين فيظهر سنية بلا خطيئة للخلاص للذين ينتظرونه أحباء هذا الملك قد أعد كل شيء قد كمل كل شيء قد ذبح الذبيحة قد قدم الثمن من أجل هذه الذبيحة وهو يدعو الجميع ولذلك عندما كان عيد الفصح اجتمع مع تلميذه وقال لهم شهوة اجتهيت أن آكل الفصح معكم وهناك قالهم هذا هو جسد الذي يبدل عنكم اصنعوا هذا لذكره هناك قال لهم عن الكأس هذه الكأس للعهد الجديد بدميه اشربوا منها كلكم فأنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجي واحد يقول نحن نأكل جسد الرب نحن نشرب مدم الرب أبداً نحن نأكل خبز ونحن نشرب عصير العنب أو نتاج الكرمي كما يقول الكتاب المقدس لكن الكتاب المقدس يقول بأن هذه رموز وهو قال اصنعوا هذا لذكره لذكره أي لنتذكر ما عمله من أجلنا لكنا نتذكر بأنه أعد لنا كل شيء نحن الذين لا نستحق نحن الذين كنا بعيدين لكن صرنا قريبين بالصلح الذي عمله لنا نحن الذين كنا غرباء عن رعوية إسرائيل وعن أهل بيت الله يقول اشترانا لنفسه وصرنا اليوم قديسيه وأهل بيته ورعيته لا لأنه أعد كل شيء ولأنه دعانا وهو يدعوك ويدعوني اليوم والدعوة صريحة والدعوة موجهة مع ليس فقط كلام لكن مع وعود كثيرة وعظيمة وهذه الوعود هي التي على أساسها بالإيمان نحيا لكي نحصل على هذه الأمور التي وعد بها الرب فطالما لألنا كمؤمنين بقول كل ما أكلتم هذا الخفز وشربتم هذه الكأس تخبرونا بموت الرب أمتى إلى أن يجي إلى أن يرجع يعني هناك وعد وهيدة يعني مثل ما بقولوا عبارة عن رمز للوليم العظيمة اللي هو دعانا إليها مين اللي بيقدر يروح لهناك الأشخاص الذين لبوا هذه الدعوة لاحس بأنه لما الملك دعا الدعوة بعض الأشخاص بلشوا يقدموا عذار واحد رأى على حقله والثاني قدم عذر والثالث قدم عذر أقبح من ذنب والبعدنا لليوم نحن ما نقدم نفس الأعذر بعد الإنسان لليوم بحاول يقول أنه لا أنا ما فيني روح بس هيك أنا لازم أخد معي شي بإيده ورب يقول لك أنت ليس لازم تأخد معك شي بيدك كل ما هناك بأنك أنت تقبل ما أنا سأعطيك سأعطيك لاحظ بأن الشخص الذي دخل إلى العرس وليس عليه لباس العرس الملك قال له يالله لبرة ليش؟ لأنه هو لباس يمكن لباس كويس وحلو لكن يمكن يكون لباس هذا هو لباس التديم أو لباس الأخلاق الحلوة أو الدمثة كما نقول أو لباس المال الكثير الذي ظنن من البشر بأنه يستطيع الإنسان أن يشتري به مكانا في السماء فلنقول لحبائي لسفلوس ممكن تشتري أشياء كثيرة لكن في أشياء ما تقدر تشريها لفلوس ممكن تشتري لك أشهل أطعمة لكن لا يمكن أن تعطيك الآبلي اللي تأكل ممكن تشتري لك أحسن الأطباء وأفضل دواء لكن ممكن تعطيك الصحة ممكن تشتري لك أحلى فرشة وأحلى مخدة لكن ما ممكن تعطيك سلام رقاد النوم الذي يقول عنه الكتاب القدس ويعطي حبيبه نوما ممكن تشتري لك معاعد بكنيسة وتعود بالكنيسة وتعود بأحسن معاعد لكن مش ممكن تشتري لك مكان في السماء لا يمكن أن تدخل إلى هذه الوليمة إن لم تلبس لباس العرس ما هو هذا اللباس؟ لباس بر المسيح الذي يحصل عليه الإنسان ليس بالتدين لكن بالإيمان على أساس نعمة الله المقدمة في يسوع المسيح الشعياء قال بالماضي فرحا أفرح بالرب أبتهج بإله خلاصه لا قال لأنه ألبسني لثياب الخلاص كساني رداء البر مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحلية بولوس قال أنا كنت تفكر حالي إني بلا لوم إذا في حدنا بيقدر يفتخر أنا لأني عبراني من العبرانيين من صبت من يمين أنا أنا وأنا 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 حتى بالآخر بيقول من جهة الناموس بلا لوم هوف قال لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته خصارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي وأوجد فيه وليس لي بري الذي من النموس لا البر الذي في التدين ولا البر الذي يقدمه أهل العالم ولا البر الذي يمكن أن أي شخص في هذا العالم مشانيك الكتاب المؤدس بقول إنه إلى خصته جاء وخصته لم تقبله أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أي المؤنين باسمه الذين ولدوا ليس من مشيئة جسد ولا من مشيئة جسد ورجل ولا من مشيئة دم بل ولدوا من الله ينبغي أن تولد من فوق الرب يسوع المسيح قال له ننقديموس ينبغي أن تولد ثانية ننقديموس قال له ألعل الإنسان وهو شيخ يقدر أن يدخل بطن أمه ويلد ثانية لا 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 إن لم تولد من الروح لا يمكن أن تدخل ملكة السماوات المولود من الجسد جسداً هو لكن المولود من الروح من روح الله الريح تهب حيث تشاء وأنت تسمع صوتها لكن لا تعرف من أين تأتي وإلى أين تذهب هكذا كل من ولد من الروح لا يمكن أن تشوف الريح لا بس يمكن أن تشوف أثارها ببقى بره فيها وليش لأن الشجر عم بهز أنت لا يمكن أن تشوف كيف الإنسان بيولد من الروح لكن ممكن أن تشوف أثار هذه الأمور لأنه يلبس رداء البر ويظهر هذا البر كما يقول الرب يسوع المسيح يروا الناس أعمالكم الحسنة ويمجد أباكم الذي في السماوات الرب يطيع النعم يا حبائي بأن نعلم بأن في عمل الرب يسوع المسيح ليس فقط دعوة لكن وعود كثيرة وهذه الوعود أنه قال بأنه سيأتي ثانية والبرهان على ذلك أنه قام من بين الأموات كما ترنمنا في هذه الترنيم الأخيرة في اللحظة قد قبر يسوع ربي ينتظر الأحد قام من القبر قام غالبا ببعثه الأقصام نعم حبائي إنه الرب الذي قام ومن أجل ذلك قال لَتَطْرِبْ قُلُوبَكُمْ وَلَتَرْهَبْ أَنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فَأَمِنُوا بِيهِ في بيت أبي منازل كثيرة يلها من وعود عظيمة سلام الله الذي يفوق العقل معرفة الطريق لأنه هو الحق والحياة والطريق وليس سواه حبائي عندما يفتح الرب أعين الإنسان يستجيب لدعوة سماوية دعوة إلى وليمة فيها بعود ثمينة والوعد الأسمى والأعظم بأن من يقبل يسوع ينال الحياة الأبدية لأن الرب يسوع المسيح قال تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيلية الأحمال وأنا أريحكم وقال أيضا في إنجيل يحنى صح 6 وعدد 47 الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي فله حياة أبدية وفي إنجيل يحنى صح 5 عدد 24 الحق الحق أقول لكم أن كل من يسمع كلامي ويؤمن بالذي يرسلني فله يا حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونا بل قد انتقل من الموت إلى الحياة يا لها من دعوة إلى أعوى موليمه دعوة من ملك أرضه لكنها دعوة إلهية نعم هو ملك الملوك ورب الأرباب ليس فقط ملك أرضه لكن إله الآلهة وليس سواه هو الطريق هو الحق هو الحياة تعال إليه فتنل به حياة أبدية يا مؤمن يا من عرفت الرب يسوع المسيح أرجوك في هذا الصباح أن تمتحن نفسك أمام الرب وتقول له يا رب أشكرك من أجل حياة الأبدية التي أعطينا إياها بالإيمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انتحني انتحني وارف أفكاري وانظر إن كان فيها طريق باطل وحدني طريقاً وحدني طريقاً أبدياً أبدياً وانظر إن كان فيها طريق باطل وحدني طريقاً أبدياً أبدياً اختبرني يا الله اختبرني يا الله اشتركوا في القناة